تحل الذكرى السابعة لاجتياح العاصمة اليمنية صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي متزامنة مع سعي منها للسيطرة على مناطق في الجنوب دحرت منها قبل سنوات وتصميم من قبلها على وعد التحركات الأممية الهادفة لمحاولة تحريك العملية السياسية ووضع حد للحرب المدمرة التي أنهكت اليمنين وكأنها تريد إعادة عقارب الزمن إلى الوراء ومنذ دحرها من عدن ومدن الجنوب منتصف عام 2015 اكتفت الميليشيا بالتموضع في محافظات الشمال ذات الكثافة السكانية الأبرز لكن التشردم الذي يسيطر على معسكر الحكومة الشرعية وإمكانيات التسليح النوعية التي توفرت لها بدعم إيراني جعلت طموحها يتجدد بشكل أكبر لالتهام كل مدن البلاد وخلال الأيام الماضية لجأت للمرة الأولى للكشف عن مكاسب ميدانية في مأرب بأثر رجعي بعضها يعود إلى مطلع العام 2020 عندما أعلنت سيطرتها على مديريتي مدغل ومجزر بذات الطريقة التي فعلت بإعلان السيطرة على مديريتي رحبة وماهلية بناء على ذلك شنت الميليشيا هجمات مزدوجة لتهديد أبيان بالسيطرة على منطقة الحلل والتوغل صوب منحدر ثراء المطل على مديرية لودر فضلا عن هجمات على مكراس مجبرة المقاومة على التراجع ويتزمن تتشين مرحلة العنف الجديدة مع بدء المبعوث الأممي الجديد هانس جوندربيرغ أولى تحركاته لإنهاء الأزمة اليمنية بجولة استهلها من السعودية قبل الانتقال إلى سلطنة عمان وتبدو مهمة جوندربيرغ معقدة بعض الشيء مع توجيه الميليشيا بوصلة الحرب نحو مدن الجنوب للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015 مراقبون قللوا من حجم التهديدات الحوثية الجديدة معتبرين أنها تسعى فقط للحصول على المزيد من الأوراق التفاوضية تزامناً مع استئناف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال الإعلان أنها باتت تهدد مدن الجنوب أو امتلاك مساحات شاسعة داخل محافظة مأرب